السباح خير وإهلا بكم مشاهدينا وهذه الفقرة السريعة عن الشارع المصري مشاهدينا من خلال نعارك سعيد ونائي لايف نرصد ونتابع ننقض ونشيد وعلى هذا الأساس بنروع على طول الشارع المصري بنطميركم على الحركة المررية بشكل عام شبك دطرق السريع الصحراوية والزراعية ودخلت إلى الخدمة في الإدارة العامة للمرور سيارة حديثة كديدة وتكنولوجيا جديدة إن شاء الله في الشارع المصري بنقول في الشارع المصري لا بنقولش في العالم من الدول العالم تقدم فيه هذه التكنولوجيا هذه السيارة بترصد وبتابع حركة المرور أيضا من خلالها ممكن أن نعرف سيارتك سارية الرخصة ولا غير سارية من نتبه الرخص التسير كل البيانات الخاصة بالسيارة ممكن خلال السيارة الموجودة الآن في الإدارة العامة للمرور ولنزلت الخدمة إن شاء الله من شأن هذه التكنولوجيا أنها تحسن كتير من الأوضاع المرورية في الشارع المصري مشاهدينا سنتابع ونفتح ملفات وقضايا خاصة بشارع المصري مع دفن العزيز المحترم الأستاذ الدكتور مجد صلاح نور الدين أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور في جامعة القاهرة صباح خير يا فن صباح خير يا نعم سيارة الإدارة العامة للمرور الجديدة والتكنولوجيا الجديدة وبتتابع وبترصد وبتشوف وممكن من خلال هذه السيارة والتكنولوجيا ممكن أن نعرف رخصة السيارة وهي ماشية بياناتها وكافة التفاصيلات الأخرى تعليق حضرتك على هذه الدكنولوجيا وتأثيرها على الشارع المصري والله ده يعني شيء جميل طبعا أن ننتقل إلى الجيل الجديد من أساليب المراقبة اللي هو مطبقة في كثير من دول العالم المتقدم اللي هي بنسميها أنظمة النقل الزكية فكرة أنظمة النقل الزكية أنك بتستغنى عن المراقبة بالأفراد أو بالدوريات المتحركة وبتحول القصة إلى زي ما احنا شايفين سيارات أو كاميرات مسبتة على الطرق وبيستخدم كروت زكية بتتحط على زجاج السيارة من الداخل زي فكرة الموبايل والخدمات اللي من هذا النوع متسجل على الكارت ده كافة البيانات الخاصة بالسيارة ما دلها هيخدني بقى للسؤال وسؤال حضرتك الخاص بكروت النقل الزكية وتأثيرها على إدارة الحركة والسيطرة على حركة المرور إزاي ده بيتم؟ ببساطة خالص طبعا الحركة عارف صورة التكنولوجيا المعلومات اللي حصلت في العالم كله أصبحت بتستخدم فيه تطبيقات كثيرة جدا منها أسلوب الرقابة والتنظيم حركة المرور إنك مش محتاج جيش من الأفراد شوف لما نتكلم على شبكة الطرق في جاملية مصر العربية أنا بنتكلم على مثلا في حدود ستين ألف كيلو متر ده الحالي واللي ينتظر إنه هو يضاف إليه في خلال التلات سنين القادمة حاجة بتات حوالي أربعة تلاف كيلو إضافي ده ده شبكة الطرق الخارجية اللي بتشرف عليها الهيئة الطرق والإدارات المحلية في المحافظات أو إدارات الطرق في المحافظات وطرق التعمير اللي هي بتوصل إلى مناطق جديدة خد بقى شبكة الطرق الداخلية في المحافظات الرئيسية زي القاهرة والجيزة والسكندرية والوقتي طنطة وبرسعيد وإسماعيلية فبتلاقي إن الشبكة متشاعبة وضخمة جدا دي عشان تغطيها بأسلوب تحكم وإدارة مظبوط محتاج بالطرق اليدوية أو بالطرق اللي هي البدائية اللي إحنا بنستخدمها محتاج عدد لانهائي من الأفراد بينما لما تتحول القصة إنه كل سيارة بيبقى ليها كارت الكارت دا عليه معلش حقولي بين إنجليزيا شب اللي هي زي بطاقة الرقم القومي أو البطاقات بتاعة كل التطبيقات الفيزا والمسطر وكل هذا الكلام الشبكة السويرة دي بيتسجل عليها كافة البيانات الخاصة به الحاجات اللي تتعايزها تاريخ الترخيص عمر السيارة كافة المعلومات اللي ممكن تتخيلها عن طريق حاسب آلي متسجلة على القطع النحاسية دي اللي على الكارت والكارت بتحط في أو على زجاج السيارة من الداخل وبعدين بترائب انت الحركة على شبكة الطرق من خلال كاميرات كاميرات بعيدا تماما عن أي تداخل مع قائد السيارة وتقدر في الحالة دي وده أحد المشاكل اللي عندنا إنه لو لا قدر الله فيه مخالفة في أي بتقدر المعلومة بتوفر عن طريق طبعا الكاميرات دي ثم غرف تحكم مركزية فيها حاسب آلية يبقى أنت الرصد بيتم وبعدين التسجيل وبعدين تقدر فيه خلال فترة صغيرة جدا بتبلغ أو بتطبق القانون على المخالف دي حاليا أصبحت طريقة طبعا كمان بتقدر تعرف أحجام المرورة على الطرق سرعات المركبات وممكن لو فيه مخالفة ولا فيه أي حاجة ممكن ميسجي أو ممكن على طول رسالة على الموبايل وبتقوله أنت فيه مخالفة ارتكبتها في الشارع الفلاني أو كمان بترتبط الكاميرات دي بعلامات ضوئية على الطريق يعني لا قدر الله طريق مسس كندرية الصحراوي وفيه مشكلة مثلا عند الكيلو ستين بتقدر تبلغ المتجهين على الطريق الصحراوي في الاتجاه اللي فيه الحادث أنك فيه حادث حاول تجد مثلا طرق بديلة أو خد بالك عشان تأثير الحادث على حركة المرور بعلامات مضيئة عليها رسائل بترسل زي بالزبط لما مثلا شابورة بتأثر على الرؤية أخرى بقلغ الناس بالنافتات الإرشادية اللي بيتم التحكم في الرسائلة برضو عن طريق غرفة التحكم المركزية من مخاطر في الجو وجود عوائق على الطريق فيه حوادث على الطريق حتؤثر على الحركة كل هذه المعلومات أدر أولا أنا عايز أقول لحبتك أن في جامعة النيل توصل مجموعة الباحثين عندنا جامعة النيل المصرية مجموعة الباحثين توصلوا إلى مجموعات من الكاميرات ممكن تشغيلها وممكن من خلالها يبقى فيه مجسات وربط بينها وبين الإشارات الضوئية على شبكة الطرق ومن خلالها ممكن أنها ترصد وبتابع وتعرف عدد المركبات وتعرف البيانات كل الكلام ده من خلال مجموعة البحث هناك في جامعة النيل عندنا في مصر أنا كان لي أشرف الإشرف على أو التحكيم رسالة المجستير في هذا الموضوع وزي ما أنا أقول لحناك التكنولوجيا بدأت وحتستمر إحنا مش عايزين نتخلف عن الرجب العالمي في هذا الموضوع أستاذنا حضرتك فاصل سريع ونرجع تاني فاصل مشاهدين ونرجع لحضراتكم تاني رجعنا لحضراتكم ونكمل حوارنا مع الأستاذ الدكتور مجد صلاح نور الدين أستاذ هندس الطرق في جامعة القاهرة فضل فضل كنا منتكلم طبعا عن مواضيع أو موضوع اللي هو أنزمة النقل أو المرور والتحكم الزكية والتحكم طبعا إحنا معلش إحنا طبعا بنعاني من فوضى في الخمس ست سنين الأخيرة للعديد من المشاكل مش وقت تذكرها بالكامل لكن اللي احنا بنتكلم عليه ده حيساهم طبعا في توفير وسائل علمية وتطبيقية للإدارات العامة المرورة طبعا حركة ذكرت موضوع السيارة لكن تخيل معايا حركة احنا محتاجين كم سيارة من هذا النوع لو بنتكلم على سيارة وعلى طرق والله الاستثمارات موجودة والإمكانيات أعتقد إن شاء الله أنها موجودة والبلد والإدارة الشعبية والإرادة الشعبية كلنا فعلا عايزين إن إحنا ننهض بالنواحي المرورية عندنا في مصر عشان كده أنا يعني بقايد أكثر اللي هي فرصة أو فكرة الكروت الزكية واستخدام الكاميرات لأنه قطعا بالنسبة للمدخلنا على مستوى الشبكة كاملة بسيارات حتتوفر ده ما يمنعش إن فيه سيارات تتوفر طبعا على محاور الطرق الرئيسية ده إحنا كمان قريبا إن شاء الله حيبقى عندنا الأوتوبيس البر مائي يعني الأوتوبيس بقى ماشي حدودة كده على كورنيش ينزل في نهر النيل يكمل عجيزة بإذن ده ده قريبا وده كان برضو اتصال مع سيارة الوقت شام عطية رئيس هاية النقل العام وأكدنا على الخبر ده إن شاء الله يكون معنا في الحلقة القادمة أو اللي بعدها إن شاء الله هنكون مع حضراتكم لكن أنا عايز أقول إن فعلا فيه نهضة في موضوع النقل فيه نهضة في شبكة الطرق المصرية فيه حاجات جميلة جدا إحنا في حاجة إلى المزيد من السلوكيات الإيجابية اللي تقدر تتواكب مع هذه التكنولوجيا وهذا التطور وهذا التقدم عايز أروح مع حضرتك في رحلة عن الطريق وأنواع الطرق واحد اتنين تلات اربع وتبقى ثقافة من حضرتك لكل مشاهدين والله أنا يعني طبعا بعيدا عن التفسيرات أو الكلام الأكاديمي لكن شبكة الطرق الرئيسية دايما بتقسم إلى أنواع على أساس مجموعة من الاعتبارات أول نوع طبعا اللي هي بنسميه الطرق الحر دي ما فيهاش تقطعات بدون أي تقطعات زي إن شاء الله اللي احنا هنشوفه في المسافة من شبرة إلى بنها ده مثال طبعا ده بدأت فيه إجراءات تنفيذية خاصة ده ما فيهوش تقطعات خالص يعني إيه ما فيهوش تقطعات يعني جميع مداخل ومخارج هذا الطريق زي مثلا كبري اكتوبر ما بنتكلم عليه أو زي طريق الطمية العين السخنة أو زي طريق موسس كندرية الصحراوي بعد استكماله إن شاء الله لا طرق جانبية ولا تقطعات ولا أي شيء كله عن طريق كباري أو أنفاف ما تعافشي لا تتوقف ولا يجي لك سيارة دخلة من مكان ما انتش عارفه أو خارجة إلى مكان ما انتش عارفه برضو فدي بتبقى أعلى درجات الطرق في شبكة الطرق الرئيسية طبعا إحنا نسبة الطرق الحرة إلى باقية المحاور شبكة الطرق عندنا ما زالت ضئيلة جدا بيجي بعد كده اللي هو بنسميها طرق سريعة اللي هي أقل شوية من الطرق الحرة يعني ممكن بعض تقطعاتها تبقى تقطعات سطحية بس مش كلها يعني النسبة ضئيلة منها بيسمح فيها بوجود تقطعات سطحية بإشارات ضوئية أو بعلامات توقف أو سماحية للطريق الرئيسي على حساب الطريق الفرعي دي بنسميها بالإنجليزي إكسبريس ويز اللي هي ندر نقول طرق سريعة بتتدرج الشبكة بعد كده حسب نحن نتكلم داخل المدن أو خارج المدن إلى طرق شريانية وطرق تجميعية إلى أن نصل إلى الطرق المحلية اللي هي بتربط قرى ببعضها أو داخل المدينة بتبقى الطرق اللي هي عليها استخدامات سكنية أو تجارية أو إدارية هناخد من حضرتك في نص دقيقة كده سنين عشان وقتنا بنتكلم عن السرعة التصميمية وبنتكلم عن السرعة مثلا على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي 100 كم في الساعة الطرق الدائرية والطريق الدائري بنقول 90 كم في الساعة الطريق الزراعي نفس الشيء بنتكلم عن محور 26 يوليو 90 كم في الساعة على أي أساس بيتم وضع وتحديد السرعة والله هي بتنشأ القصة أولا أثناء تخطيط الطريق يعني أنا مثلا مطلوب مني أن أنا أعمل طريق جديد في منطقة ما أولا بتدري الظروف المنطقة هل هي عليها استخدامات جانبية على الأراضي هل حينشأ عليها استخدامات جانبية مستقبلا طبيعة الأرض في المنطقة هل هي المنطقة جبلية ولا منطقة الميول الأرض الطبيعية فيها أقل شوية من أنها تكون جبلية أو منطقة مشتوية يعني ما فيش أي عشوائية في تحديد السرعة بعد كده بقى بنبتدي نحط حسب الظروف اللي هي الطبيعية الموجودة وحسب حجم المرور المتوقع مستقبلا يعني مثلا شبكة الطرق القومية الجديدة طلب أنها تبقى طرق رئيسية أو طرق حرة فبنتكلم على سرعة تصميمية 120 كم في الساعة دي تقابلها على طول ما نطلق عليه سرعة تشغيلية أو حد آمن للسرعة يعني ما بصمم على 120 كم في الساعة ببقى متوقع أنه مثلا السرعة الفعلية بقى على الطريق ستبقى في حدود 100 كم في الساعة وتتدرج السرعة حسب العديد من النواحد زي ما احنا قلنا الطبيعية والجغرافية واستخدامات الأراضي المتوقعة إلى آخره إلى أن تصل ممكن أن يبقى فيه طريق زي ما حراك ذكرت كده السرعة مثلا في داخل المدن كورنيش المعادي مثلا المفروض أن السرعة بتاعته لا تزيد عن 60 كم في الساعة نورتنا يا فادي الله يخليك وشرفتنا شكرا جزيلا شكرا لحضرتك شكرا لأستاذ الدكتور مجدد صلاح نور الدين أستاذ هندس الطرق والمرور والنقل هناك في جامعة القاهرة وشكرا لحضرتكم ولتكن دائما نايل لايف هي النافذة التي نطل منها على كل ما هو جديد في الشارع المصري تابعونا على نايل لايف فاصل ونرجع على التواصل مع حضرتكم ونهارك سحيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة